الألاف والألاف من الدواجن تشق طريقها نحو الأسواق الروسية ولكنها قد تتجاوزها أيضا إلى الخارج فمن المتوقع أن تدخل روسيا أخيرا منظمة التجارة العالمية في تموز يوليو بعد عشرين عاما على سقوط الاتحاد السوفيتي ما يشكل هزة ضخمة في الاقتصاد الروسي وقطاع الأعمال في هذه البلاد يمكننا توقع أن تعلن بعض الشركات إفلسها بينما تتقدم شركات أخرى ولكن هذا سيحفز الإنتاج حتما الرسوم الجمركية المتدنية ستؤدي إلى فتح أسواق جديدة للشركات الروسية ولكن هذه التدابير تتخذ في اتجاهين والواردات ستصبح أبخص أيضا وكثيرون يخشون من أن تغرق الأسواق المحلية بالمنتجات الأجنبية القطاع الزراعي بشكل خاص قلق كونه تطور ببطء اليوم نستورد 50% من الطعام الذي نستهلكه بعد دخولنا منظمة التجارة العالمية ستزيد الواردات وروسيا ستخسر الملايين من الموظفين في قطاع الزراع التفاؤل يطبع وجهة نظر آخرين هذه الشركة لصنع الأحذية استفادت من تخفيض الرسوم على البضائع المستوردة من الجلديات والبلاستيك منذ خفض الرسوم الجمركية على الأحذية المستوردة إلى المستوعينه لبقية الأعضاء في المنظمة قبل ست سنوات والآن تبيع 250 ألف زوج حذاء كل عام إنها فرصة للشركات الروسية لكي تنمو أكثر وفرصة أيضا للانتقال إلى مستوى أفضل بعد انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية ستصبح القوانين المالية أكثر مرونة ما من شأنه أن يشجع المستثمرين الأجانب بعد 18 عاما من المفاوضات المعقدة تقف روسيا على عتبة الاندماج الكامل مع الاقتصاد العالمي في أذار مارس قدر البنك الدولي نسبة أرباح الشركات على المدى البعيدة في روسيا ب162 مليار دولار